مرحبا متابعينا منرحب فيكم بالحلقة رقم 41 من داخل القفص انا اسمي شاكر ومعانا عمر اليوم بدنا نحكي عن فايت نايت ما بعرف مشاعري هيك غريبة عليها عمر شفنا فيها ليلة دمائية كتير كانت ليلة مليئة بالسبميشنز او حركات الاخضاع كان فيه كمان عنا اتنين تكنيكال نوكاوت او ضربات قادية تقنية وليلة ممتازة بشكل عام انت شو رأيك كان اسمع زي ما حكينا هيك مشاعر منخلطة شوي يعني انا كثير كنت حاب اشوف اشي اكتر دام تعرف الناس بتحب تشوف اندردوغ يعني كنا عم نستنى اسلام ماختشوف يلعب مع بنيل داريوش وسام ماختشوف اي يعني انا برأيي خلص احسن واحد على اللايت ويت طلعي عنا بوبي جرين لانه بنيل داريوش عنده اصابي وبوبي جرين الوحيد اللي قبل ياخد الفايت بنوتس قصير ونزل وزني كتير شاكر نزله 30 باوند ولا بلش عمية وتسعين والفايت كانت عمية وستين كاتشويت فنزله 30 باوند 30 باوند بس بوبي جرين اخر فايت له قبل اسلام قطاعة كان يعني من احسن الملاكمين او احسن الملاكم ما شفتها عند بوبي جرين فبضل عندك هيك بضل جع بالك تشوف اشي مفاجأة كل حدا اوكي يعني بصراح كنت حاب اسلام يفوز انه حرامي انه مش كل هاي المسيرة يرموني واحد زي بوبي جرين يخاطر بكل شي عمله لانه تخلو خسر من بوبي جرين من واحد ولا حتى بالتوب هذا يرجع على وراه كتير فبضل عندك هيك شعور حاب تشوف اكشن حاب تشوف مفاجأة من بوبي جرين يطقع نوك اوت تقرب فايت دموية هذا بوبي جرين مفسي واضح انه واضح انه اجع الفايت بس عشان هالقرشين مصاري ما حتى غلب حاله يلعب من بين كان خايف كتير من اسلام منزل ايدي عدم احترام لقدرة المقاتل منزل ايديك هيك واسلام بس بوبي جرين حاول يضرب ركلي مسك فيه يلزق فيه حطه على القفص خلص يعني هلا منحكي على تفاصيل هلا منحكي بالزبط بس هاي كانت بالنسبة لي الدايقتشو كنت حابة اشوف اكشن اكتر انبسطت اسلام خلص يعني هاي الفايت ما لها داعي كان بس خاطروا خاطروا باسلام انه يصير عنده اصابة مثلا لا سمح الله وبتأثر على كل مسيرته وفايت يعني لا ما لها طعمي لا اسلام عرفت فيه كان اسلام عنده كل اشي لا يخسره وبوبي جرين ما عنده ولا اشي يخسره عرفت علي فهاي كانت قهرتني شوي ما شفنا اكشن حلو وفيها كم شغلة حلوة صارت مش احلى فايت نايت شاكر اوكي يعني لا مش احلى فايت نايت بالمر ابدا مش احلى فايت نايت بس فيها كم شغلة حلوة وفي شخص صاحبنا انا وانت اي تينك اليوم كان اتنين هم يراح حكي عنهم اليوم كان من احسن ايامهم وراح يكون يعني اليوم كان زيان بقول صفحة جديدة بمسيرة لهم رح تكون رهيبة يعني انا هدول التينين بتنبأ لهم مستقبل عظيم جدا اذا رح نحكي عنهم مية بالمية رح نحكي عنهم امر احنا زي ما حكينا اخر مرة عم نستعمل خلنحكي هيكل جديد للحلقات اللي عم نعملها بدنا نبلش نحكي دايما باول حلقة عن افضل قاضية افضل اخضاع وافضل فايت بشكل عام هاي المرة ما في عنا قاضية عمر فمنقدر نحكي بشكل عام مين اكتر فايت دموية كانت او اكتر فايت شفنا فيها هي كانت قاضية تقنية بس منقدر نحكي كمان انها كانت فايت كتير حلوة اظن نتفق انا وياك انه ارمانت ساروكيان مزع وجهه لجول الفريز الكوع هذا اللي كسر له فيه منخاره فتح فيه منخاره اذا ما بتذكر انت اخر مرة شفت هالأدم بالقفص فايت خيالية كانت صراحة انا انبسطت بحب اشوف هاد المنظر وبحب اشوف شو ردد فعل المقاتل يعني انت فاهم بس واحد منخاره يكون عم بنزل دم مش انه جيها واحدة من عيونه مغطية لا العينتين راحوا فايت دموية كتير وانا بعطيها بدل القاضية تاعت الليلة اسمع يعني اوكي ارمانت ساكوريان من اخطر المقاتلين بصراحة الموجودين على وزن الخفيف اللايتويت مقاتل روسي امريكي هو شايف اهذا الزلمي يعني كان عنده مسيرة مش بطالة اول مبلش ولكن الان الان ارمانت ساكوريان اتوقع هلا هو المصنف رقم 14 او 13 على الوزن ارمانت ساكوريان راح يبلش يصعد بالرانكينجز ورح نشوف اشي لانه هذا الفايتر اللي شفناه منه اليوم شاكر مش معقول الملاكمة تبعته المصارعة تبعته يا زلمي قوي 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 يعني انت اول الجولة ضرب جويل ألفاريز ركلة واطية شقلب وتشقلب يعني اللي ضربوا على رجله لجويل جويل تشقلب من قوة الضربة طبعا هو ضربوا هداك خلاص نزل على وجهه على رجله ضربوا على رجله جويل وقع فالمصارعين عندهم شغلي اذا وقعوا وبدوا يعطي ظهره طوالي بروح على وضعية الشقلب او التشقلب عشان يقدر يرجع القارد او القارد تبعه يعني المصارعين بيعملوها اذا واحد بديو يمسك ظهره بتشقلب اذا حس حاله بديو يعطي ظهره بتشقلب عشان يعمل قارد ريتنشن يرجع قارده بس من قوة الضرب شقلب ابوزه فاسمع هذا الوزن مش معقول هذا كتير خطير ارمان تساروكيان انا برأيي رح بسرعة فائقة رح يطلع وهذا الزلمي اذا ضلع هاي الرشي كتير بسرعة رح يرجع يقرب على اسلام مخاتشف اللي اصلا اول فايت ارمان تساروكيان باليو افسي لدبيو بال2019 كانت ضد اسلام مخاتشف وما كانت سهلة ثلاث جولات راحت ثلاث جولات وخلصت بقرار اجماع طبعا لا لاسلام مخاتشف يعني مقاتل قوي مضغوط زي القنبلة انا كتير 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 بشوف له بشوف له مستقبل باهر ورح يبلش على يمزع الناس يمزع الناس حتى اول فايت اول فايت مع اسلام مخاتشف شفنا منه مصارعة غلبت اسلام كتير مش شوي فهذا الزلمة الكل لازم انتبه عليه انا هادلي كان بدي احكي فيه عمر يعني ساروكيان من المقاتلين اللي انا متأكد مية بالمية رح يلعب على التايتل قريبا خلال هلأ كم من سنة يعني الراكر تاعه ممتاز 18-2 مع هاد الفوز خسارته باليو او سي الوحيدة مع اسلام مخاتشف وكانت فايت يعني بنقدر نحكي شوي متقاربة وكان فيه الو امل فيها بتدرب هلأ مع امريكين توب تيم كمان فريق يعني خيالي ومن الافضل باليو او سي حاليا نتوقع منه اشي كتير بالمستقبل رهيب يكون بس شاكر تقولك شغلي عن تساروكيان عمره 26 سنة موليد 25 سنة موليد 96 تخيل قديه صغير قديه عنده مجال يعطي وراح يعطي بعدين هلأ الراكر تبعه ما عندوش ولا خسارة غير من اسلام ما خدشف اللي كانت اول فايت له باليو اف سي عنده واحدة قديمة هي القديمة بعدين عنده خمس انتصارات متتالية مع اليوم يعني جاي من فايف وين ستريك الزلم عرفت طبعا له فايت مدبحة كانت مع راموس بال2020 ووقتها اتوقع خلص الناس حسبوه له حساب بقولك جاي من فايف وين ستريك فور وين ستريك اربعة انتصارات على التوالي واليوم الخامسة مبارح بالليلة الخامسة واللي قبلها مع جاقوس برضو خلصت بالجولة الاولى كي او تي كو فهو عبارة عن قنبلة صغير بالعمر انا كتي هذا واحد من الناس اللي عم بقولك اليوم العالم كله وقف على رجلي بيعرف انه هذا الزلم خطر على خطر كبير مية بالمية الله يستر هلأ هلأ شو بده يعمل ساروكيان وكيف بده يدخل على عمر بالنسبة لأفضل اداء الليلة اظن انا وياك اتفقنا على هذا الموضوع كمان بتروح لأفضل مية وخمسة وخمسين باوندر في العالم حاليا لأفضل لايت ويت في العالم اللي هو ايغناسيو باهموندز ايغناسيو باهموندز ايغناسيو الجندي المجهول باللايت ويت شاكر صرنا نحبه كتير احنا يعني ايغناسيو باهموندز كتير صرنا نحبه عم تحكي باللايت ويت شاكر هو ولا حتى موجود بالتوب 15 لسته ايغناسيو باهموندز من أشرس المقاتلين وعنده أخطر فينيشز عم نشوفها عنيف إله واحدة من الفينيشز طقعي قدامه وشلوت بدل ما يضربه كيك على راسه وسلخه وشلوت شقلبه فرجانه انه مصارعة رهيبة جوجيتسو رهيب وسبميشن جيم حركات إخضاع الفايت تبعته مع زورونغ أو رونغ زو ممتازة كانت الفايت ممتازة ملاكمة حلوة كيف ببعد عن الضربات كيف بلف كيف بتحرك حتى مثلا بتجولة التالتة زورونغ نزلوا حركة انزال الحلوة خلال ثواني عكسها بسيزر سويب حركة جوجيتسو قام هداك مسك رجله قام ولك انه فيه اشي لما رجع عاد هزورونغ مسكوا قليتين امامية أو زي نك كرانك مش قليتين نك كرانك حركة كرانك أو خنق يعني أسرع سبميشن بشوفها يعني اللحظة مسكوا فيها هداك ما لحق ياخد مجال اعمل استسلام سريعة وكتير زكية رأسه لزورونغ بصدره ومسكوا اقناسيو بها موندز انا برأيي نحن هاي سبميشن اوف دي نايت عم نحكونا فايت اوف دي نايت انا وانت شاكر لا عم نحكي بيرفورمانس اوف دي نايت بيرفورمانس اوف دي نايت نحن عم نعطي اللي نحن منشوفه مش اللي تسجل اما اليوم بالمية اقناسيو بها موندز هذا الزلمي تخيلي بظل اعيد عن نفس الموضوع زهقوا الناس مني اكتر ديفيجن نايمة وهلأ اكتر ديفيجن بلشت تتحرك اسلام مخشف ارمانس ساروكيان ايقناسيو بها موندز جاي عارف هاي الديفيجن تقطيع شاكر تقطيع عمر هاي الليالي انت عم تحكي انه هلأ المية وخمسة وخمسين مولعة الديفيجن ظن هاي الليالي اللي بترجع بتذكرنا بالمية وخمسة وخمسين يعني شفنا فيها كتير فايتس على هاد الوزن كل واحد كان عنده اداء مستقل وجميل لحاله منقدر هلأ اظن لك نكمل بعد الPerformance of the night ومنقدر نحكي بSubmission of the night بالنسبة لنا اللي كمان كان ممكن ياخدها بها موندز والله على التشوك بتاعته بس بعد حرب عنيفة شوي ميشا سيركنوف وولينغتن تورمن شفنا سبمشن من تورمن يزال ما سريعة انا بدي اياك انت تفاهمني عمر لانه يزاعد شو اسمه سيركنوف من فوق عم بيبكس فيه وشفنا التغيير يعني بال بالطاقة خلنحكي من سيركنوف لتورمن عم بظلها تنتقل خلال الفايت الاخير تورمن اخذ الارمبار سريعة كتير كانت جد فعليا حتى المعلقين ما لحقوا يشوفوها شوف هاي انا برأي هاي حلاوة الجوجيتسو شاكر اول اشي اوكي ارجع نعيد الصياغة خبصة ويلنغتن تورمن اخذ ظهره لسيركنوف خلص وركب تشوك وركب تشوك سيركنوف قلب ونزل بهم بوم 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 بلش وغريب كيف طلع منها كمان وطلع منها نزل عليه بلش بوم 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 ردت قلبة الآية بعدين هاد اخذ ظهر هاد بعدين لونج ستوري شورت شو الغلطة الي صارت تورمن لما نزل بالقارد سوركنوف لما نزل بالقارد تبع تورمن نزل نايم يعني صدره على صدر تورمن يوجل انت تنزل على القارد لازم تبعد تحاول يعني توقف جسمك من فوق لو ركبك على الأرض واذا الخصم قام لازم تكبس ظهره بالأرض اذا انت بعيد عنه يعني قاعد هيك وظهرك مستقيم مش نايم على الخصم اللي تحت لو انك جوه القارد وقام عادة بالدجيتسو شو بيعملوا يا بيحط ايدي التنتين على كتافه عند الابط وبيكبسه بالأرض منه بيخلي ظهره على الأرض ومنه ما بيقدر يستعمل ايديه عرفت علي بالأمم ما بيعملوا هيك ممكن يحط ايده على رقبته ويضربه بستعمل يعني بدل ما يثبته بضربه بس الفكرة بكل الاخضاع اذا انت بجوه قارد واحد وظهرك مستقيم وما خليته يقوم عليك يعني اثبت ظهره على الأرض خلاص ما بيقدر يعمل ايشي هل هون اللي صار سور كانوف نزل نايم وولينكتن تورمين عمل 101 آرمبار اكتر آرمبار بيسيك بالعالم عمل حاله مركز على ايد تاني والايد كان رابطها اللي بده اياها مرة واحد رفع خسره وراح الارمبار هل ليش طلعت كتير قوية وكتير سريعة انه كانت كتير ديب كتير عميقة ايده لانه كان نايم عليه بس شو اللي صار اللحظة اللي تورمين حرك خسره وركب الارمبار سور كانوف صحي حاول يعمل اللي انا بحكي لك علي يرفع ظهره شو صار بايده ايده علقاني لما رفع ظهره عمل لوك لحاله بالجوجيتسو اذا واحد عمل لك آرمبار وفرد ايدك صارت مستقيمة مستحيل كتير صعب تقدر تطلع بطرق يعني بس كتير صعب ترجع تطعجها او ترجع تكبس خصمك تفعصه اما اذا انت فاعصه من اول وركب الارمبار يعني صدرك عصدره وركب الارمبار وانت عابطه بطريقة معينة صعب يفردك فهذا استغلنهم سيركنوف اول ما راح الارمبار سيركنوف رفع ظهره وخلص كانت دايقة كتير يعني شوف على الاعادة بس كتير حلوة شفنا منهم التنين طبعا شفنا قبل ما سيركنوف يخسر مسك تيرمن لما نزلوا على الارض ضربوا شوي مسكوا حركة خنق الراس واليد هد اند ارم تشوك تيرمن كان عم بينام اذا انتبهت طبعا خلصت الجولة الاولى وتيرمن كان على وشك ينام يعني اه بعرفش كيف طلع منها يعني بجوز ادمش هد سيركنوف ايده تعبت ارتخى شوي فكتير يعني اسمع شفنا تعاطي بال اخده عطا بال سبميشن جيم او بالدوجيتسو رائع جدا التنين ماسترز بلي عم بيعملوه كتير حلو يعني هاي هاي ممكن تكون اه كتير هاي سبمشن اوف دنايت انا بحكي مية بالمية ابصر هلأ تور من فكرك عالريكر تاعه 18-5 بحتاج يمكن اكمن فوز هلأ عنده خسارتين فوزين ورا بعض يعني بحتاج يمكن اكمن فوز عبين ما يفوت على الميدلويت بس انا ما بشوفه منافس على الميدلويت او على الوزن المتوسط برضو صغير يزم هذا عمره 25 سنة تخيل اه بعدين هذا يعني اه هذا بلش يلعب مواي تاي وايامها كان البطل اندرسون سيلفر فقال لك خلص انا لازم احول الامام ايه وهيك بلش وبلش اول فايت له اماتشر كانت حواه عمره 17 سنة 5 فوز ورا بعض جابهم لما صار عمره 18 دخل بالبروفيشنل ليغ يعني الزلمي الزلمي مجنون بعدين اصلا التاريخ تابعه البروفيشنل قبل اليو اف سي ومع اليو اف سي اربع فايت خلصهم نوكاوت تمانية سبميشن وستة ديسيجن الزلمي ابن حرام كتير شاطر كتير شاطر عرفت ف يعني اسمع فايت حلوة وميشا كمان كلعب لعب حلو يعني التنين بلاك بلتس اظن عمر التنين اي تنين بلاك بلتس شاكل هم اخدوا هم اخدوا بادي 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 اخدوا بونس اخدوا البونس تبع بادي بادي بعدين كمان ميشا سيركنوفي يزن هم المصارع من نفل تاني كندي اهو روسي كندي او لاتفي كندي ابن حرام وقديم قديم كثير يعني باليو اف سي من 2015 من الاجدام باليو اف سي طب عمر هون احنا خلصنا فقراتنا التلاتة خلنحكي منفوت بالمين افنت المين افنت كان عندك اسلام محشف ضد بنيل داريوش بنيل داريوش لا اصابة بالكاحل اضطر انه يعتذر عن هاي النزال ودخل بداله بوبي جرين على انا بس ايك عم بعطي مختصر للمتابعين دخل بوبي جرين على عشرة ايام ملاحظة عشرة ايام خلنحكي واضطر انه ينزل 30 باوند ما يقارب ال 15 كيلو وهو مش اصلا بالتصنيفات انا اللي دايما شكيت منه باخر اسبوعين هو وين ال 15 بقرة اللي بالتصنيفات اللي ولا واحد فيهم رضي ياخد هاي الفايت حمير شكل عام لانه كل واحد كان عنده الحجة انه لو خسرها بيقول لك يا اخي انا اخدت عشرة ايام فكلهم كان بقدروا ممكن ياخدوها ولا واحد فيهم عنده الجرأة انه يفوت ضد اسلام على هيك وقت في مقابلات حبيب حكى او قارن بوبي جرين بمايكل جونسون من ناحية البوكسنج تاعه البوكسنج تاعه شرس قوي جدا وحبيب اكسر نفسيته وهذا اللي عمله اسلام من اول الفايت وقف شوي تسلى عليه كان صبور كتير بعدين بلش ياخد وشفنا المهزلة اللي صارت يعني لو اقدر اسحب اي حكي حكيته انه في لبوبي جرين اي فرصة باسحبه لانه اسلام اثبت لنا انه هو على لفل ثاني ويمكن الوحيد ليطلع معاه براس اوليفيرا بس حتى اوليفيرا ما بعتقد انه ممكن يشكل عليه خطر لا اسم احكي لك شغلي اسلام مخاتف خلص انا بالنسبة الي عد اعطوه الحزام وخلصون اعطوه تشارلز اوليفيرا رح يغلب هم ما في اظن اللي عم بيحاول ويأجلوا طلعت اسلام مخاتف لو لعب مع تشارلز اوليفيرا ولا حتى لما حبيب لعب مع كونر مكريغر او هل بلعب مع داستين بوري رح يمسح فيهم الارض تيجي اعطيك مثال كيف الـ UFC بابن البراند تبعت الفايتر عندهم مغاوزة مثلا اسلام مخاتف ما ببيع فايت اللي بحضره واللي بحبه بحبه لشو هو تيجي على خمزات حمزات تيمايف حمزات تيمايف لسه ولا اشي شفنا منه فوز واحد ضد لي جين ليانغ هي اللي ها كانت اللي اثبتت الناس انه هو مش بس هايب او صوت عالفاضي مع انه لي جين ليانغ كتير انا بالنسبة اللي مش يعني مش افهم اشي يعني الرقم 13 لو ما لعب تحت مايكل كيزا هدو لازم يلعب مع حمزات لعب واحد مع لي جين ليانغ صار رقم 11 على الديفيجن وهلا نططو بدون يلعب مع جلبرت بيرنز رقم 2 شايف بينهم السام مختيف بستاهل يلعب مع الهاي وانا برأي عم بأخروه بس عشان يحافظوا عليه لانه خلص اذا اخذ كمارو ازمن والأدسانية كل واحد بوزنه رح ييجي لزق وبرضه يرمو له واحد زي بابي جرين زي ما حكيت اول حلقة مخاطرة بمسيرته واستهزاء بمسيرته انه افرض انأزى او صر له اشي او خسر طب خربته بيته من هنا بده يرجع يشتغل شغل وبجوز ما يطع من كمان الضغط النفس اللي هو صار فيه بابي جرين مقاتل شاطر مش صغير هو من جيلي 35 سنة بس انا بحب مبدأ وبابي جرين بتعرف شاكر يعني كفاحي كان بيدار ايتام من عمره خمس سنين لانه ابو نسجن وامه ما كانت قادرة دير بالها عليه بسبب ادمان المخدرات وطلع من بيت ايتام يعني من فوستر هوم بلش باول سنين الجامعة مصارعة وبلش يفوز عمستوى الولاية بتعرف باميركا يعني تكون مصارعة عمستوى لاي اشي كبير وبعد ما فاز بطولة الكاليفورنيا ستيت ولاية كاليفورنيا مارتين بلش بالبروفيشنل الام ام اي عهد الوزن يعني وبشتغل وهو بلعب ام ام اي بشتغل بمستودع عشان يقدر يصرف ع ابنه فاسمع انسان يعني اذا بتدخل بحياته الشخصية لبوبي جرين كمان بتعمل عنه فيلم مسكين عن جد مسكين بس بستاهل هيك فرصة بس بجوز مش مع اسلام بس بستاهل انه يدفشو شوي انا بالنسبة للي عمر اكبر ربحان الليلة كان بوبي جرين اولا طلع اسمه انه هو اكتر فايتر جاهز لفايت باي وقت وباي وزن وباي شو ما بدهم هو جاهز للفايت تانيا شخصيته ممتازة استفاد انه اخد مصاري كمان وهو زي ما انت حكيت هلأ قصته بتحزن اكبر كسبان الليلة هو كان بوبي جرين وحتى لما خسر ما كان زعلان وحكى مع اسلام وحكى مع حبيب وقالهم وفهم موضوعهم قالهم اه انا هلأ افهمت ليه انت هلأ قد مسيطرين على الوضع مش مزحة الموضوع وبمقابلاته كمان بوبي جرين حكى انه هو هلأ حس وصار يعرف ايش الشباب بيثوه وبتأمل انه يرجع يلعب ضد عشر نزالات عقولة اسلام بدك تضحك لا بدي اقول لك طلع صرح انه بعد الفايت انه عنده شعور expensive pain يعني وجع وجع ثمين عرفت مش بس انه خسر عنده وجع جسدي عن جد بعد الفايت يعني بيقول لك حسيت حاليك انه سيارة سيارة دعستني وبرضه كتب شغلي انه بعرف انه انا خسرت لاني اخد فايت اخر لحظة بعدين حك the shit we do for our family يعني انا هذا اللي عملته او الشت اللي عملته او الخبصة اللي عملتها هاي هاي التضحيات اللي واحد بيعملها لعائلته وعنده تلات ولاد شاك فهو واضح انه الموضوع كان driven بالمصاري وما بتلومه يعني خطر بحياته او بصحته وهذا عشان المصاري عشان يقدر يعيل عائلته ويعني بصراحة وفوزه كان رياضية حلوة لا بنحب بوبي جرين بنحب اه عمر انا لو بيعطوني 10,000 مش 30,000 بروح بقعد مع اسلام بالقفص 10 دقايق يضلوا يضرب فيه ما عندي ايمان هو 30,000 اخد بس ابصر ما يمكن الشو ماني تاعه اكتر حتى من هيك بجوز اخد له ال 60,000 بس على الفايت معقولة هلا منطلع منطلع الارقام حرام تحتل دفع بحب اعطي هيك معلومة رقمية سريعة عمر قبل هاي الفايت بوبي جرين عنده اكتر ضربات مؤثرة بتاريخ ال واسلام ماخشيف اقل ضربات مؤثرة نزلت عليه بتاريخ ال UFC كامل نزلت عليه اه يعني حتى 0.79 بالدقيقة ينزل عليه فالتنين يعني باقتار مختلفة من الرقم شفت انه لما سألوه بالمؤتمر الصحفي انه ليش فكرك انه بدك تايتل شوت او بتطعلك تلعب على التايتل فهم الخبر انه اسلام اعطانا سبب كتير مقنع شو السبب قالهم I deserve انه ليش تكتلع والله بس تاهل بس I deserve هو جد هو I deserve بابي جرين اخذ 80 ألف دولار على الليل عمر هذا المضمون ابصر من فنهم بيكون طلع له كمان حبته لل 20-30 ألف يزانا ما شو 100 ألف بروح بنضرب اسلام وفرانسي سنغانو يقعدوا يضربوا فيه ما بيعملو لهم اشي هذور شاكل يعني انت عارف احكيت مرة انت المانجر اللي مدير اعماله دياخد 20-15 عنده فريق مدربين مدرب مصارعة مدرب بوكسنج مدرب جوجيسو مدرب كيك بوكسنج مدرب امام اي او بكون كزا مش شرط كلهم واحد بس يجري بكون من 3-4 مدربين مدرب لياقة بدنية ما بتفعلهم هذول عادة لما يفوز يا بتفعلوا شو كان متفق معاه على الساعة ولا على هذا يا بياخدوا نسبة فعشيك سفر تدريب اكلهم تعارف الاثليت المرتب كلفة تأكله بتوصل باليوم باليوم اقل اشي 100 دولار 100 واحسبها كيف تحسبها اقل اشي يعني 70 دينار اردني 100 دولار شو بيفطر يعني 6-7 وجبات شو بيفطر شو بياكل شو بياخد مكملات غذائية فيتامينز 100 فيه ناس بوصل 200-300 باليوم فتخيل هذا بده من 3-5000 دولار بس هو يأكل اكل صحي ونظيف وبتعرف الاكل باميركا الاكل الارغانيك الطبيعي العضوي هذا كلهم بياكلوا الاثليت ما بياكلوا زينا خضرة وفواكي من هون مكان ولحمة وجاج كلها هورمونات هون بيحسوا فيها بيحس فيها بجسمه بروح ارغانيك وبروح ومش عارف ايش فشو بده يطلع له اذا له قديش مش لاعب فيجري هاي المصاري الـ 50 والـ 80 والـ 100 ألف بياخدها من هون بتروح من هون وما بيرحموا اللي حواليه بدهم حسابه اللي الجم اللي بلعب فيه بده حسابه يعني حرام عشان هيكم اندربيد اذا انقانوا 600 ألف دولار مش عاجبوا فكر فيها قديش بلعب له فايت بالسنة هو 600 ألف هدول بصرفهم ب3 تشهر اربعة تشهر اه هلأ انقانوا قصة تانية يعني غير عن العالم كله اصلا طيب خلينا نحكي شوي هلأ ما بعرف الفايت تاعت البنات كانت فايت اوف دا نايت بالنسبة ل الميديا او الـ UFC بيرسيلا كاشويرا مع جي يون كيم ما بعرف كيف بأي طريقة اعطوا الفوز لبرسيلا واضح انه كيم كانت الفايزة عمر اذا فاتح الستاتس قدامك رح يخف عقلك من الارقام يعني كيم فازت بشناعة وبرضه في عندك ناس زي سال دياماتو بيعطوا النتيجة لبرسيلا وفي اشي كتير غلط عم بيصير بالتحكيم بالـ UFC وانا اليوم اكتشفت انه النيفادا ستيت اثلاتيك كوميشن كمان بنفس الوقت مربوطة بالارهانات اللي بتسير فهم في عندهم كمان ايد بالتحكم على الارهانات وعلى تسعيرة الارهانات انا صراحة صرت اامن بمؤامرة انه ال اثلاتيك كوميشن او ما بعرف اش اسمها بالعربي لهم دخل لجنة الولمبية اه اللجنة الولمبية والرياضية تاعت نيفادا او لاس فيغس كتير 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 فيه اشي ملعبا بالموضوع عمر مو طبيعي وما عم بتغيروا هدول الحكام اه يعني دكتور بنكحش من شغله ووزير بنكحش من شغله اما هدول حكام امامي وصاروا مخبصين اكتر من مرة زي هيك فيه اشي غلط انا متأكد متأكد انه فيه الموضوع مصاري من وراء يعني هاي الفايت جي يون كيم وبرسيلا كاتشيرا كاتشيرا بريسيلا عم بتطلع على الارقام مع ستات جي جون جي يون كيم طاقعتها مية وسبعين سيجنيفكنت سترايك مية وسبعين ضربة مؤثرة من اصل تلاثمية وخمس سبعين ضربة احفظوا المية وسبعين بريسيلا اللي هي فازت ضربتها بس مية يعني جي يون كيم ضربتها ضعف الضربات بالجولة الاولى عندها 31 ضربة جي يون كيم بريسيلا 18 بالجولة التانية 54 ضربة بريسيلا 32 بالتارتي 85 ضربة خزقت وجهها وهديك 52 الاشي الوحيد نقطة اللي بريسيلا عندها افضلية على جي يون كيم اللي بالجولة الاولى نزلتها على الارض فهذا كرت انا برأيي ملعوب فيه رسمي يعني اه اه وتنزيلة هاملة يعني شو 27 ثانية تحكمت فيها على الارض ورجعت عادي يعني جدا اشي يصير سكرامبل عادية زي ما بيحكوا اعطوا الفايت لشو اسمه كوتشيرا بالاجماع مش طبيعية زنمي يعني عشان اخر اخر 30 ثانية صحيت احالها وصارت تضرب البوز على كيم وصحيوا احالهم الحكام وقال لك لا هي فازة فيه اشي غلط كتير بالموضوع مية بالمية مية بالمية اه المهم بصر سيال دياماتو هاد يزم شو قسطو اين تبدو ميخلصوا منه على العموم اه منكمل احنا هيك حكينا شبه عن كل الفايتس عمر فيه شخص لازم نحكي عنه اه صاعد وبقوة اه بي اللايتويت ديفيجن اللي هو تيرنس مكني اه فاز على فارس ديام باي سبميشن عمر انا فارس ديام كتير بحبه كفايتر وكتير كنت متأمل منه هو فرنسي من اصول عربية اه تيرنس مكني مبارح يعني قاعدت هيك اشوف اقرأ عنه اكتر شوي الركر تاعه 12-3 بس اسمع هدول عنده من 12-3 عنده 11 first round finish خيال التوتل تاعه باخر اربع نزلات كان دقيقتين لعب والفايت تعتهم بارح كلها اخدت دقيقتين معه اه ارقامه خيالية هلأ عنده اه خمسة اه first round finish streak الشاب سفاح قطاعة مش عارشو اسميه اه آلة مدمرة هذا الشاب رح يدخل على light weights بالعرض خصوصا اذا كمل على نسق الفنش ازتعونه مش طبيعي كيف يعني 11 first round finish مو عادي بعدين التشوك التشوك اللي حمله اياها جاب وجه هو جعلك وجه هو ما في تشوك جعلك وجعلك يعني كان يعني رأس فارس زيام ومنخار لبرة ركب لتشوك ده الرأس ونفس الاتجاه بس وجه هو لف لو اخ شو زلمي لا شرس فايتر شرس سريع بقولك light weight division بلشت هاي السنة سنة light weight بلش ويدخلو لك قنابل عليه وبعدين وزن 155 مش هيك light weight 155 هو وزن كثير common للاثليت يعني تكون على هذا الوزن يعني هي داما مثلا بطولات جوجتسو بتيجي بتتطلع على الوزن light weight والmiddle weight بكون في مثلا 300 واحد مشارك على الوزن كل ما خف الوزن أو كل ما زاد كتير بتاقي اعداد مشاركين اقل فالاثليت داما بهذه الاوزان light weight يعني هو بالUFC لانه عشان يقدروا يعملوا كتير divisions عشان يقربوا الاوزان على بعض مثلا fly weight بانتم weight feather weight بالجوجتسو بكون لهم وزن لحال مثلا مع بعض light weight والتر weight وزن لحال middle weight و light heavy weight ممكن قربوا مع بعض هيك فاسمع تفجير هذا light weight رح يكون مفاجآت الله هاي السنة واللي بعدها طبعا انه هدول بلشو يطلعوا على الرانكينج مصيبة كل الكراستة القديمة انا برأي حتى داستين بوريه هدول اقدام توني فرغسن دان هوكر كونر عن عرضه للسنة number 9 مايكل تشاندر يعني ممتاز بس عمره بجوز ما يسمح له كتير هلأ بس انا عم بحكيه في عندك موجة ومع بها موندز ومع تساروكيان موجة فايترية جديدة رح يكتسحوا light weight بأيدك من ناحية مواهب يعني المواهب اللي عم تطلع اظن لك رح يدعسوا على المواهب اللي مرقت علينا هلأ اللي ما رح يصير زي قبل اللي هو القصص او الشخصيات اللي طلعت لنا يعني الحرب اللي كانت بين حبيب وكونر او الحرب الاضحك والاحلى اللي كانت بين حبيب وتوني فرغسن انهم حاولوا يزبطوا الفايت خمس او ست مرات وما زبطت شخصيات يعني رهيبة زي هلأ عندنا الأسبوع الجاي مازفيدال وكوفينغتن يعني المواهب اللي عم تطلع مية بالمية اقوى رح تكون مستقبلان وهذا اشي تعودنا عليه انه كل مرياضة عم تكبر عم بتزيد المواهب بس كشخصيات يا زنمي انا كتير مستصعب اني الاقي اي شخصيات جديدة عليها العين اه معاك انا بأيدك الرأي بس تنساش موضوع التراش توكينج والبيلد أب للفايت يعني الحكي الغلاء يعني الاستفزاز الخصم ويحاولوا يبيعوا الفايت ويعملوا مشاكل وباد بلد وقصص يخليك تحضر تشوف مين بده يغلب مين هذا فن وصار يعرف ويشتغلوه وبلش فيه تشيل سونن واخده مقرقر وبالغ فيه تشيل سونن اخده مقرقر وبالغ فيه هلا صار ستاندرد يعني اي اتنين بيحكوا مع بعض بيخترع قصة انه والله اصبع رجلو مش عاجبني ويحصل يحط على تويتر عطس علي قبل خمس سنين هدولة هدولة كلهم الفايترية عم بتعلموها ورح تضل تزيد 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 ورح يعني صار مبالغة وردي زي هاي المنظمة الروسية اللي انت مرة بعطيلي الفيديو تبعها مبالغين انه بوقفوا اتنين يتصوروا قدام بعض بيشد الموضوع واحد بضرب التاني راس مثلا بطيره سنان واحد كل فيس اوف واحد نط سرخوا flying knee ني ناكاوت نايمه هلكونا انا مش مقتنع وكرهت وبطلت بدي يعني كنت زمان عندي فضول اني والله احضر الفايتات هاي وهي هلأ يا زنمي كل اسبوع ما بتشوف هايلايت من الفايت بس بتشوف هايلايت من الفيس اوف مية بالمية نزل واحد قبل اكمن يوم تلخوا ثري بيس زي مازيدال وليون ادورد تلخوا ثري بيس نايم اللي قدامه طب يا عمي زنخ الموضوع كله مع سودا ولا ملير سودا نو سودا نو سودا عصيرة والله عطا وقتها ثري بيس ان سودا يا زنمي عصيرة ثري بيس ان سودا انا بقول نطلع لاستراحة ما بين الجولات ونرجع ونحكي لكم عن مازيدال اكتر متابعين ارجعنا لكم من الاستراحة عمر كنا عم نحكي بموضوع الشخصيات اللي ما رح تاريخيا ما رح يرجع يصير زيها بال UFC انا بالنسبة للي في شخصيتين يعني قمة بالتسلاي وانا كتير مبسوط والانترنت كله مبسوط وعالم الامامية مبسوط انهم اجتمعوا مع بعض ونسينا نحكي بهذا الموضوع الاسبوع الماضي دارنتل وحمزة شمايف يعني احلى كومبو احلى دوو تحضرهم بتدربوا مع بعض بتخوتوا مع بعض وبمزحوا وبطلعوا ويعني رياضة واعمال خيرية وكل اشي انا صراحة عم بنبسط وانا بحضرهم اكتر من ما كنت احضر دي سي وحبيب يعني لها الدرجة لانه التنين جايين من عالمين مختلفين زمان كانوا يعملوا مع بعض فيستايم ويتخوتوا ع بعض يسبسبوا ع بعض ما يسبوا ع بعض يعني بس كانوا هيك يهددوا تطعيم يعني تطعيم تطعيم على الخفيف تطعيم كانوا يهددوا بعض شوي وهلأ دارنتل مع خساراته الاخيرة وحس حاله متدمر نفسيا بعت لحمزة شمايف قال له اسمع انا جاييك على السويد معلم بدي اتدرب معاك مصارعة واشوف كيف عايشين حياتكم وحمزات يعني كرياضي راقي قال له تعال يزنم منتدرب مع بعض وبيدي اطلعك من النكد اللي انت فيه وبيدي ارجع ع حمزك انك ترجع تسعى للبطولة شفت انت الفيديوز عمر شفت الانتراكشنز تعونهم او النزلات التدريبية اللي عم بعملوها وشوفت قدي دارنتل ناصح اسمع دارنتل راح عالسويد اللي عم بسمعنا عشان يتدرب مع حمزات طبعا الحلو بتجم حمزات عندك حمزات عندك أليكساندر غوستافسن غوستافسن وعندك هذا الزنخ تبع تيك كير في واندر وير عرفتو او اميه هادي يا زلمي خرائي من التمت فايتر زمان من التمت فايتر اللي لما كان ايثينك الفريق مكريغر وكودي غاربرانت مش هيك كان مكريغر ويورايا فيبر ويورايا فيبر واحد انه الفريق أوروبا والتاني أميركا فانما دقوا بعض ايجا واحد الله غريب فكان بيحكي لكودي غاربرانت انه دير بالك على لباسك الداخلي فذاك صفن ما ايج طماء اوكي ده كلنا دارين بالنا عليه عمل هيك فطلع بالفيديو هذا مفصل لحاله كرسون احط بيب مفصل لحاله اللباس داخلي حاط عليه اسمه انه انيويز لاعب ومش متدرب وشوي شوي علي ومش انحكي يعني طن ومسكو غوستافسن خبصوا بعدين قالك شو اسمه حمزات برضو خبصوا بعدين شفنا الوهل صغيرة دارين تيل ماسك غوستافسن رافعه ومنزه على الارض بعدين نط بدو يحطه كسياخه ضهره ما اعرف زي البقرة حاط نط هيك وسحل قدمه ضخم يعني او ناصح يعني حلو الحركة مسلية انه يروح يتدرب معهم بس انت بطل يا زلمي دارين تيل ترجع تنزل حالك لتحت مش انك تتدرب معهم طريقة انه منتصاوب وزمان مش لاعب وشوي شوي علي ومسحوا في الارض يا زلمي تموا دم ما بعرف واجه مدرب غريب انسا ريزا عندهم ريزا اللي كان بلعب يو افسي وهو مدرب صار يساعده ايجا واحد ما احد بيعرف وجاعد يحكينه عن الايغو اه اذا حدا بسمعنا بيعرف حضر الفيديو شاكر بركة حطيت اللينك قلنا مين اخ خلينا نتعرف ايجا واحد صار ريبهدل وقال انه انت مش كويس الغرور والغرور بيأذيك ولازم بننادي نحنا منتعلم ما مش انه فوز وخسار عشان ما نأذي حالنا وظل يلف مين انت يا اخي مين انت مين ما بعرف فانا لو محل دارين تيل واحد هيك بيحكي معاي كان عجنته اذا فانا برأيه حلو دارين تيل بلاش يتدرب معاهم ليش هناك اكتر شكله علاقة صحبي على ود هيك زي يسموها يعني دعاية ولا ما بعرف شو اللي عامل مية بالمية بروباقاندا لانه نزم احسن 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 نوادي بالعالم اليوم من غير منازع امام ايه كلها بامريكا كلها في برازيل وفي بروبا بس الريل ديل كلها الجماعات بامريكا فرايح على ستوكول بتتدرب انا بحكي لك اولا ماشي اه عشان يروح يتعلم مصارعة من المفروض واحد من احسن المصارعين حاليا بالوزن تاو او باليو اف سي اللي هو حمزة شمايف بس دارين تيل عمر من زمان وهو آله بال اعلام وبالتسويق وبالسوشيل ميديا وبهاي الاشياء يعني الزلمة كتير فهمان السوق و عنده كتير اشياء يعملها خارج القفص تتذكر مشاكله مع مايك باري وقتيها عمل شركة اسمها رو دوغ وهي مسبس تعملها على صحبيت مايك باري وعمل منها بيرة وعمل منها اواعي وعمل منها كذا هلأ دارين تيل فهي تجو جديد اللي هو يعمل فيديوهات يوتيوب او قناة على يوتيوب اسمها بلوك أست هاي القناة هي اللي للمتابعين كمان روحوا شوفوها بلوك أست عليها عم بنزل فيديوز تعون تمرينات دارين تيل مع حمزات شمايف كتير عم تنشهر هاي القناة ودارين تيل عرف يستغل اللايكات اللي كانت تيجيه هو وحمزات فقرر قال لك يلا بروح عنده بطلع كمان من مصاري من هاي الشهرة وبنفس الوقت عم بيعمل عم بيفوت عالم العملات الرقمية والانف تي وعم بيعمل انف تيز لكل المقاتلين اللي صحبة معاهم وعم بيبيهم فدارين تيل عبارة عن رجل أعمال وفايتر بنفس الوقت كتير شاطر الزلمة وبترزق يعني مع الشباب عارف يترزق براني ومن هون وفريلانس يعني بترزق من الشباب شباب بس ساعدوه أخوكم والله مية ومية فحركة حلوة من دار انتل وحمزات وفيه كمان القناة تاعد حمزات بنصح المتابعين يروح يشوفوها على يوتيوب ننتقل عمر لا بطل هذه الأسبوع اللي رفع راسنا بي البي اف ال اللي هو جراح السلاوي يا زلمي جراح جراح مش عادي يعني جراح أنا برأي خلص هو أحسن مقاتل أردني مش عظم مقاتل أردني كلهم حبايبي وخواني بس هذا اليوم بديش حكي أحسن مقاوم مقاتل مقاتل أفضل مقاتل عربي جراح من غير منازع وللعلم أنا قلت لك حكيت مرة شفته قبل أكم شهر بقوله شو يلا ويو افسي وهذا بقولي لا جاء عرض من الو افسي قبل سنة وما بده وهو كتير زكي على فكرة والدائرة الحواليه أسكية مدربين وأهله وبعرفوا وبيعرفوا إنه لو راح الو افسي ممكن يقدر يعمل إشي كويس بس إذا لا سمح الله صار مع إشي رح ينحرق بينما بروح ببي افل بتفعله أحسن ورح يبنوه لأنه جاي بقعد جمهرية كبيرة ومنها أنا متأكد جراح رح يصفي بالو افسي لأنه اللي شفناه من جراح أداء مجرب هذا الزلم كتير تجرب مع محترفين ومع جانب وهذا بس بي افل من المنظمات اللي خلاص مش مزحة من مستوى مستوى يوف سي الفايترية اللي فيها بي افل فأنت عم تحكي يقدر يفوز هيك فوز بركبة ولا حتى فلايين جني قدمه هزاكي يستنى داك نزل ضربة قاضية بالركبة وجهل وتحية وبصراحة أنا نطيت نط من محلي لما شفت الفايت فخمة جراح إنسان عبارة عن جراح جراح كتير زيادة عن اللزوم عمر اسمع النوكاوت يعني التايمينج اللي عنده التوقيت بهاي الني واحد طب فايف في اليو اف سي عشان يقدر يجيبها يعني نوكاوت رهيبة جراح كان أظن هو الاندردوك بهاي الفايت وفازها عنده فريق خيالي تحية للكوت سامي الجمل كمان يعني مدرب رهيب وبعرف يشتغل على نفسية المقاتلين وعلى الجيجيتس وتاعهم والممي بشكل عام نتمنى لجراح كل التوفيق بالفايتات الجاي ونسيت كوتش علي تعمري صحيح كوتش علي تعمري هو اللي بلش جراح يتدرب عيده ما يطال لليوم هو مية بالمية علي تعمري من أحسن المدربين بالوطن العربي حاليا ومستوى مختلف تماما طبعا وكابتن سامي الجمل بس كسترايكنج شغل أبو تعمري هذا اللي ما بيعرف كوتش علي تعمري لازم حتى ما له كتير وجود على السوشيال ميديا بس كل المقاتلين العرب والأردنيين حتى اللبنانيين بيجوا بدربوا معا كابتن علي تعمري قبل النزالات الدولية المهمة مية بالمية كمان تحية للكوتش علي تعمري وعن نشوف المقاتلين تعاونه كمان بمنظمات كبيرة بالخليج وهلأ كمان زي جراح بالPFL UAE Warriors وبريف وكزا يعني ما شاء الله عليه مدرب فخم مننتقل عمر لا الأسبوع الجاي شو هال فايت كارد الدمار يعني خلنا نفتحها هيك ونمشي عليها واحدة ونعطي توقعاتنا على السريع على فايتات الأسبوع الجاي مبدئيا كوفينغتون ماس فيدال يعني احنا عم نحكي هاي يمكن من بعد كونور وحبيب عمر هاي أكتر فايت في عليها خلنا نحكي ضغط نفسي وكروه بين الاتنين وتاريخ كتير قديم يعني يمكن كونور وحبيب صار موضوحهم خلال سنتين ثلاثة بس هاي الفايت صلها عم تنبني لأكتر من سبع عشر سنين يمكن الشباب كانوا صحاب وكذا ويعني أعز أصدقاء وهلأ طاروا يعني ألد أعداء فايت قوية أنا مني وعليه بحكي تسعين بالمئة خمسة تسعين بالمئة كوفينغتون رح ياخد أنا يك بحكي ماس فيدال كلنا منحبه وكل كان مفكره يعني ما رح يخسره هو البطل القادم على الوزن لحد ما أكل البوكس اللي هذاك هو من أزمان غير الدنيا كلها بس كولبي كوفينغتون أنا بحب هور هي ماس فيدال كتير أكتر من أكتر مقاتلين مفضلين إليك شخصيات بس أنا بحكي كولبي كوفينغتون رح يمسح في الأرض ورح يرجع بده ياخد تايتل شوت عنه مين مين يعني أنا بقول هلأ كولبي كوفينغتون بلعب مع ماس فيدال بغلبه بصف على يمين أنا هيك رح أحكي اللي رح يصير حمزات رح يلعب مع بنيل داريوش والفايز بلعب مع كولبي حمزات مع كيلبرت بورنز سوري سوري مع كيلبرت دورينيو بورنز خربطت والفايز بين حمزات و كيلبرت بورنز بلعب مع الفايز بين هور هي ماس فيدال وكوفينغتون على الانترم بعدين بلعبوا مع كومارو عشان يحركوا الدنيا شو رأيك انت مية بالمية أظن لك حمزات يعني بس يلعب مع دورينيو ويفوز رح يبطل يعني مع مين بده يلعب بعديها خلص أظن لك بيصير مستاهل انه يلعب على اللقب آه بدهم يعطوه واحدة قبل اللقب مش معقول يزال مليون أتورت وهنو وخلص عدى عدى لما انت تيجي بس شاكر انت لما تيجي تعطي رقم اثنين كيلبرت بورنز تمام ليش ليش تعبوا مع اثنين بعدين تعبوا مع ثلاثة عرفت خلص يا ليون أدوردز بعدين بطل على التايتل او مع الفايز بين كوفنغتين وماسفيدال يا قيلبرت بورنز وهيك اما ما رح يرجعوا ويعبوا الوحدة لورا زم ليون أدوردز انا حزنان عليه حزن مش طبيعي لزالما بس بيضل له يفوز ولا هلأ حالقين له يعني مظلوم مظلوم كتير بهاي الديفيجن يعني حرام بس آه معك حق يعني خلص إذا حمزات فاز على كيلبرت بورنز بلكي ياخد كمان فايت قبل اللقب حلو تكون مع ليون أدورد مية من مية ليون أدورد خلص يحزن حيط الله يحزن على الأموم الفايت اللي قبلها رح تكون رافايل دوسانيوس RDA مع رافايل فزيف أنا بحكي فزيف فزيف مية من مية يعني لساته أصغر بالعمر دوسانيوس كتير صرت أحسه تبع حكي قديم خلص صار محروق كرتو يعني بالنسبة للناس وفزيف يعني متكامل بشكل خيالي وبطل مويتاي عالمي يعني فا أنا بقول فزيف بشيلها سهولة مية من مية فزيف بقطع وجهه والفايت اللي قبلها عمر هي أظن أكثر فايت عم نستناها أدسن باربوزة و برايس ميتشل أنا بحكي ونفسي إنه برايس ميتشل يفوز ويصلخ باربوزة كمان توستر يكون التالتة بتاريخ الوعسية أو الرابعة لأنه برايس ميتشل يعني الجيتس وتاعه على نكست لفل شخصيته رهيبة مسلي ممتع بحب أني أشوفه بالتوب فايف وينافز على اللقب حتى اسمع برايس ميتشل هاي رح تكون أنا برأيي فرصة إله خلص يبين لأنه ما تنسى برايس ميتشل جاي من خمس فوز على التوالي فايف وين ستريك شايف وهو رقم 11 على الفاذر ويت وزن الريشة اللي حيلعب مع بربوسة وأنا برأيي رح يغلبه بعد ما يغلبه رح يبلش يصعد فوق لأنه برايس ميتشل أنا برأييه هو مستقبل وزن الفاذر ويت طب لو فاز على بربوسة مين بتعطيه من التوب تن آه يعني ممكن ممكن كالفين كاتار مثلا هاي ملحمة بتكون آه إذا ما بدك تبعد جيجا شكاتزي ممكن مع أنه جيجا شكاتزي على آه ما بقول لك بدك هذا رح يبلشوا يبنوه فرح يعطوه سترايكر زأنه هو نقطة هو سترايكر ابن حرام برايس ميتشل بس مصارع و جوجيتسو مخيف معرفين؟ زومبي هو صاحب توستر الثانية باليو اف سي فتقلب بحاولوا يسلخوا توستر لبعض مية بالمية بعدين اسمع بتعرف برايس ميتشل كان آه بلعب باسكتبول بلعب مصارع بعدين جاب الثاني ببطولة الستيت شامبنشيب كمصارع الجونير والرابع زي سينير لما كبر آه اسمع الزلمة مصارع بلش الـ MMA راكر تابعه 9-0 وطبعا طلع بال مشه بالالتيمت فايتر يعني دخل على اليو اف سي فأنا بتوقع هذا الزلمة آه بعدين شفت لقولك على عمره ليش بلاش أخبص 27 سنة لسه صغير موليد 94 صغير صغير فهذا الزلمة المستقبل تابع الفاذر ويت لأنه لسه صغير مصارع شرس زكي كتير وبيعرفش غير الفايتنج بحياته فأتمنى أنه هذا يفاجئنا مع باب أدسن بربوسا من شو شو بيصير بيناتهم عمر رح نمشي بباقي الفايتات آه أنا بعطيك الأسماء وإحنا التنين نحكي مين رح يفوز كيفن هولند ضد أليكس أوليفيرا اللي هو بريزليان كاربويت أليكس أوليفيرا أكيد آه كيفن هولند خلص خلص أنا جعبالي كيفن هولند لأنه بدي أشوفه أشتغل على المصارعة تاعته منكمل سيرجي سبيفاك وغريغ هوردي سبيفاك أنا سبيفاك جالين تيرنر وجايمي مولاركي والله ما بعرفهم يا أخوي أنا بقول مولاركي بس عشان شايفت أنا بقول مولاركي آه بس ما بعرف بدأ أقرأ عنهم مارينا رودريغز ويان جيونان مارينا رودريغز يعني أنا بقول الأغلب أنا بحكي يان جونان لأن يان جونان عالم تاني يا زنامي جونان وضعها جونان آه نيكوليني جوميروانو ضد كندي نزجوكو صديقنا كندي بالضبط نزجوكو شرس جدا أنا برأي هو له الأفضلية آه مارينا إنسا عندك براين كالهر مع أمار نورما جوميدوف انت لما تشوف مارينا إنسا آه 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 إنسا الفشي قلون نط عن الحريم يعني هاي عنصرية تانية كمان يعني بدي أحكي لك كل ما نقرأ نورما جوميدوف خلص منوقف معاه لا بس أمار أمار من الشلة يعني آه من الجمبار يعني بعدين آه من القوايا فيهم من القوايا لا دفنت أمار نوراقوميدوف آه تم أليد وطاقير أولان بيكوف من اسمه طاقير أولان بيكوف رح يطقر على تم أليد من الأوف أيوة خلص يا زميلاتي حرجنا تنزل لي تنزل لي بليرلي بريلم والله ما أنا سام ولا بعرف لو أحد منهم يعني دوستن جاكوبي سأس الوحيد اللي بعرفه يعرفين آه هلأ واحد منهم اللي بيجيب كي أو أوف ذي يير بتعرفش كيف آه زي بها موندز خلينا آه المهم آه صراحة حلقة ممتازة هاي تثليت أنا فيها ومر كتير آه متابعينا منشكركم على المتابعة اللي وصل معانا لهون يكتبوا لنا تحت تعليقك على آه دارنتل وحمزات شمايف منحب نسمع منكم إيش رأيكم بهذا الكمبو اللي عم بيصير الغريب ما تنسوا تتابعونا على كل منصات البودكاست على يوتيوب قناة ستوديو الجمهور وعلى صفحاتنا في السوشيل ميديا هات القفص أمامي تشبهوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة